بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة شكراً أن وجودكم ويايا محاضرة اليوم أتمنى لكم كل الصحة والسلامة محاضرتنا اليوم هي رح نراجع بيها رح نسوي مراجعة ثريعة للمحاضرة السابقة ورح نتكلم عن تصنيف الحاسوب أو تصنيف الحواسي بالمحاضرة السابقة شنو اللي أخذنا أخذنا الحاسوب الإلكتروني أمطينا تعريف للحاسوب الإلكتروني أمطينا تعريف الحاسوب أمطينا الفرق ما بين البيانات والمعلومات وإذا أحد يقدر يكتبنا بالشات هسا شنو الفرق بين البيانات والمعلومات حتى لو بصورة سريعة مختصرة وإحنا أخذنا بيكوز سوينا بيكوز شنو الفرق ما بين البيانات والمعلومات شنو الفرق ما بين البيانات والمعلومات نعم نعم البيانات اوكي البيانات البيانات هي يعني اول هي الـ data واني جاوبت ايه صح البيانات البيانات هي حنا سميها raw data اوكي بالفعل احسنت مجموعة من حروف ورموز وارقام ممكن تكون درجة حرارة ممكن تكون درجة الرطوبة ممكن تكون بيانات طالب اسم مثلا اسم محل سكنة هذي بيانات الطالب يعني شون كأنما البيانات الهوية الاحوال المدنية مالتكم المعلومات المعلومات بالضبط حسنت يامنا المعلومات هي المعالجة او المعالجة نسويها على البيانات والناتج مالتها هو اللي ناخذه يعني مثلا مثلا نجي احنا نريد ان نشوف باتشر الدنيا تمطر هل انه هو جو غائم او جو صحه راح ناخذ البيانات شنو هي البيانات اللي لها علاقة بالجو درجة الحرارة درجة الرطوبة اتجاه الرياح الى آخره هذي البيانات ناخذها نسوي عليها معالجة ببرامج طبعا اكيد موجودة عند مرصد الانواع الجوية نسوي عليها معالجة راح تظهر لنا المعلومات راح يقول لنا انه باتشر هل هو انه صحه او باتشر هو غائم او مثلا بالنسبة للطلاب فبالضبط البيانات هي مادة خامة احسنتم والمعلومات هي اللي تتكون بعد المعالجة احسنت احمد فالمعلومات هذه هي ناتج من البروست او ناتج من معالجة البيانات بالنسبة للطالب انتو اول ما تجون تسجلون احنا ناخذ اسمكم ناخذ المرحلة اللي انتو بيها الرقم الامتحاني مالتكم زين؟ بعدين تبدون تستمرون بالسنة راح شنو ننطيكم مثلا انطريكم درجات تجي القسم او اللجنة الامتحانية يعالجون هذي البيانات يعالجون مثلا هذي الدرجات حتى يطيكم مثلا المعدل او يطلع الاوائل فهنانا التحول بعد العملية بعد معالجتها بعد معالجة البيانات اصدر عندنا معلومات اخذنا مميزات الحاسوب واخذنا مجالات استخدامه وهو هذي تشوفون احنا تقريبا الحاسوب نستخدمه بكل مجالات حياتنا نستخدمه بالبيت نستخدمه بالشغل نستخدمه بالدراسة نستخدمه بالمصانع الى اخره ففي كل مجالات الحياة احنا نستخدم الحاسوب نطينا مكونات الحاسوب وقلنا المكونات تنقسم الى اثنين قسمين اللي هي المكونات اللي من يكتبها عا السريع اثنين كلمتين عافية عافية قوي يكتب انجليزي عافية المكونات بس انتبهوني شباب على الفيديوهات على كاميراتكم المكونات حسنتم المكونات المادية المكونات البرمجية او الهاردوار والسوفتوار الهاردوار او المكونات المادية قلنا هاي المكونات اللي اقدر عاني شنو المسها بيدي مثلا هاد الماوس هسه عاني عندي ماوس عندي كيبورد عندي شاشة عاني دا اقدر ألزمهم بيدي كلها تعتبر مكونات مادية طابعة سكنار القلم الضوئي هاي كلها شنو كلها هاردوار كلها مادية البرمجية وقسمنا طبعا المادية او الهاردوار قسمنا الى اجهزة ادخال واجهزة اخراج اجهزة الادخال قلنا شنو شي او جهاز ياخد معلومة من منك من المستخدم ويخليها يدخلها للحاسبة فهو هذا جهاز ادخال من كان ماوس يعني من انقر من انقر هذي يعني دا انطي امر دا ادخل له امر فالماوس الكيبورد السكنار القلم الضوئي هاي كلها شنو اجهزة ادخال اما اجهزة الاخراج فهي شنو كل جهاز يخرج لي معلومة من الحاسبة ان كانت الشاشة الشاشة تظهر لنا معلومة ان كانت الطابعة راح تطبع لنا فايشي ينقل السماعات احسنت حسن فايشي ممكن ينقل معلومة او من داخل الحاسوب بقلنا بشكل سمعي او بصري او حتى وراقي هذا شنو يكون جهاز اخراج فاخذنا هاي الهاردوير او المكونات المادية بالنسبة للسوفتوير او المكونات البرمجية قسمناها قسمين قلنا اكو عندنا انظمة التشغيل اللي هي احسنت انظمة التشغيل اللي هي تشغل الحاسوب وطبعا حتى انتو بتليفوناتكم هم عدكم انظمة التشغيل عدكم قسم ياخدون اندرويد وقسم عدهم الاي او اس فالسوفتوير السوفتوير ممكن يكون برامجيات مثلا المايكروسوفت اوفيس يعني اوفيس الورد الاكسال الى اخره هاي كلها هي تطبيقات الفوتوشوب هاي كلها تطبيقات والانظمة التشغيل فهي الانظمة التشغيلة خاصة بتشغيل الحاسوب حسنتم حسنتم طيب محاضرة اليوم رح ناخد تصنيف الحواسيب هاي شنو اني سويت هنانا انطعتكم الملخص الكامل للتصنيف الحواسيب حسب الكتاب المنهي جمالتنا اللي هو المبادئ واساسيات الحاسوب الجزء الاول قسمناها الى عدد من الاقسام يعني الغرض من الاستخدام الحجم والاداء نوعية البيانات المدخلة ونظام التشغيل رجعنا قسمنا قسمناها اكثر فشنو قلنا قلنا مثلا الغرض من الاستخدام انا رح استخدمها لاغراض عامة ولاغراض خاصة بالنسبة للحجم والاداء اقسمها الى حواسيب القطعة الواحدة الحواسيب الصغيرة المتوسطة الكبيرة وفائقة او الحاسوب الفائق بالنسبة لنوعية البيانات المدخلة قدنا حاسوب تناظري حاسوب رقمي ومهجن وقسمناها وقسمناها رح نرجع نشرحها الفائقة او السوبركمبيوترز هذاني اللي تحتاج عمليات تؤدي عمليات سريعة وكبيرة واحنا رح نرجع احنا نشرحها هنان ان شاء الله او تتقسم حسب نظام التشغيل وقسمناها الى مايكروسوفت ماك يونيكس واللينكس فهاذي بصورة عامة احنا شنو سوينا هنانا كأنما انا شنو سويت لخصتلكم كل المحاضرة بهاي الصفحة اوكي هاي سموها المايند ماب هاذي هي المايند ماب فمن تقرون حاولوا هيتش يتساوون حتى تتركز عدكم المعلومة خلينا نجي ناخذهم واحدة واحدة بالنسبة للغرض من الاستخدام شرح احنا نسوي استخدم الاغراض عامة واغراض خاصة الاغراض العامة مثلا حاسوب كم واحد هنان يروح مثلا مقهى انترنت او مثلا هاذي اماكن اللي عبون بيها النتورك او مثلا الروحون هاذي او مثلا مكتبة عامة يكون بيها موجودة حاسبات هاذي هي كلها اغراض عامة في يكون الحاسوب هو مو خاص بيك يشتغل يعني يستعمله اكثر من شخص وموجود في مكان عام ويستخدم سواء اغراض علمية تجارية ادارية ترفيهية وايضا يمتلك شنو يمتلك مرونة كاملة ممكن نستخدمها باي مكان واستخداماته كثيرة لا ما نقدر نحصل استخدامات العينجنا ممكن استخدمه علمي او كجاري او حتى ترفيهي ماشي وممكن انو تكون بيه مميزات وخصائص جيدة تتيح لانو انو عاني استخدمه لأكثر من غراض اوما الاجهزة الخاصة او الحواسيب الاغراض الخاصة هي حواسيبكم انتو شخصية حواسيبنا الشخصية او تكون عفوا اللي تكون اللي هي الغرض واحد فقط يعني مثلا احنا حاسوب يسيطرن على مصنع اوكي اجيب هذا الحاسوب اخلي الهاردوير مالته واخلي الهاردوير كلها علاقة بهذه المهمة فقط يعني انا عريضة يدير لي المصنع راح اخلي كل الاجهزة به الهاردوير والبرامجيات السوفتوير تكون لها علاقة فقط بمن بهذه تكون لها فقط بهذه المهمة اللي هي شنو مهمة ادارة المصنع ارجعوا ايكي طلابي رجاء ان انتبهوا على كاميراتكم لانه الجلسة مسجلة نعم فاذا الاغراض العامة ممكن انا استخدم العديد من الاغراض اما الاغراض الخاصة لا انا اصمعها لانه يكون يؤدي وظيفة معينة واخلي كل الاجهزة والبرامجيات الخاصة بهذا الغرض هاي بالنسبة لمن للغرض من الاستخدام بالنسبة للحجوم من بينه حجم و اداء حجم اشغط حجمة و اداءه شنو هل هو سريع بطيء الى اخره فالقطعة الواحدة هذي تكون من اصغر انواع الحواسب اصغرها تكون كل الحاسوب هو عبارة عن قطعة الكترونية واحدة واني نزلتلكم الكتاب وتشوفون انه بالشكل رقم 1-7 صفحة 29 موجودة صورتها موجودة تشوفوا هي بقد البنانة الاصبع هاذي ش تكون تكون كل الحاسوب هو بهاي القطعة الصغيرة القطعة الالكترونية الوحدة لكن شنو يكون محدد بناحية السرعة ومن ناحية الخزن وين نلقى نلقى مثلا بالاجهزة المنزلية مثلا بالمايكرو ويف يكون موجودة الحاسوب الصغير هذي هي حاسباتنا حاسباتنا الشخصية ان كانت الديسكتوب ان كانت اللابتوب ممكن نستخدمها بالمنازل باماكن العمل بالمؤسسات الى اخره الحواسيب المتوسطة عادي تكون اكبر حجما من حواسيب الصغيرة تعمل مساحة قد الغرفة ويكون شكلها عمودي يعني بشكل رانك نعم سؤال هذي حواسيب اللي هي تخدم اكثر من مستخدم ممكن تخدم عشرة مستخدمين مثلا مثلا باللي بروفايدرز اللي يمطون الانترنت او اللي هما عدهم سيرفرز فهذا يكونون هما يخدمون عشرة عشرة حاسبات عشرة مستخدمين بوقت واحد وطبعا كل ما يزيد عدد المستخدمين راح اتقل شنو اتقل كفاءة هذا النوع من الحاسبات الحاسبات الحاسوب الكبير الحاسبات الكبيرة هذي تشغل مساحة غرفة كاملة المتوسطة مساحة من او جزء من الغرفة الحاسبات الكبيرة لا تشغل مساحة غرفة كاملة وممكن انه تنطي او تؤدي خدمة لمئات المستخدمين بنفس الوقت وما تتأثر كفاءتها مثليش مثلا شركات حجز الطيران الفائقة هذي تكون اكثرها حجما واكبرها حجما عفوا واكثرها سرعة واكيد اغلاها ثمنا تخدم آلاف المستخدمين في آن واحد واستخدمها بالمهام اللي تحتاج معالجة كبيرة من البيانات مثلا شنو التنبؤ الاقتصادي وفق الشافرة فهذه بالنسبة لمن قلنا هذي بالنسبة الى حسب الحجم والاداء طبعا قلنا حاسوب الفائق هذا هو اغلاها واكثرها سرعة واكبرها ازان بالنسبة للترتيب مالتهم بالنسبة للترتيب يعني هو ترتيب منطقي ترتيب منطقي اكيد من ناحية السرعة والسعر يعني كل ما احتاج او كل ما اريد شي زين حتى السرعة اللي احنا نشتريها كل ما تكون زينة مواصفاتها احسن رح يزاد سعرها مثلا خلنا نفكر بالسيارة السيارة كل ما تكون حديثة تزاد شنو تزاد قيمتها سعرها وتزاد سرعتها مثلا فكل ما اني انتقل من كل ما اتجه نحو الحاسوب الفائق رح تزاد عندي السرعة والحجم السرعة عفوا والسعر وتتناقص شنو يعني مثلا بالنسبة للحجم وحجم الذاكرة تتجه بالاتجاه المعاكس يعني اكبرها حجما واكثرها ذاكرة هو منه هو الحاسوب الفائق واقلها هي الحواسيب اللوحية هذا طبعا مطلوب من عندكم ممكن يجي عليها سؤال ترتيب الحواسيب ممكن يجي عليها سؤال ترتيب الحواسيب فوافت شي منطقي يعني اذا انطيتكم مثلا ثلاثة قلت لكم رتبوهن من الاصغر الى الاكبر مثلا انطيكم الصغير والمتوسط والكبير تعرفون انه منه اللي يزاد حجم ومنه اللي يكون حجمه اقل او الحجم الذاكرة مالته او السرعة او الاذاء نعم التصنيف الاخر هو حسب نوعية البيانات المدخلة حسب نوعية البيانات المدخلة احنا شنو عندنا بالاشارات الملخص نعم انا هذا الملخص الملخص اللي دا انتكم اياه اللي هو بالبوربوينت هو خلاصة اللي موجود بالكتاب اذا احتاجته شي مثلا ما فهمتوا بالملخص او احتاجته مثلا شرح اضافي حتى تفهمون اكتر موجود عندكم الكتاب واني دا انزللكم اياه فهما الاثنين هما مطلوبين لكن شنو الملخص بس حتى يعني بس انو شو يسوي يرتبلكم القراءة مالتكم اي ممكن نعم ممكن انا احاول بالملخصات انو انطيكم اكثر يعني الخلاصة اللي انتو رح تستفادون من عندها فنكمل بالنسبة لي النوع البيانات البيانات الحاسوب التناظري عدنا احنا نوعين من البيانات بيانات رقمية وبيانات التناظرية او اللي احنا نسميها الانالوج يعني الانالوج والديجيطال شنو هي التناظرية اللي هي تكون متغيرة باستمرار مثلا درجة حرارة ، الضغط بالنسبة للحاسوب التناظري هو الحاسوب اللي رح يعالج البيانات اللي تكون متغيرها باستمرار مثلا درجة حرارة ضغط وتكون هذي الحواسيب من مميزاتها أن تكون هي دقيقة جدا في معالجة البيانات وتستخدم في عمليات التحكم الآلي مثل مستخدمة في المفاعلات النووية بالنسبة للحاسوب الرقمي يستعمل البيانات المتقطعة أو اللي نسميها الديجيتال وتكون قيم عددية كأرقام وتمتاز بدقتها مرونتها مرونة في تنفيذ العمليات ممكن أستخدمها بالتطبيقات التجارية والعلمية والهندسية فهذا هو بالنسبة للبيانات أكو عندنا الهايبرد أو المهجن اللي هو خليط من الاثنين خليط من الانالوج والديجيتال ياخذ خصائص من الرقمي وياخذ خصائص من التناظري وعنده مداخل المداخل يعني شنو إحنا اللي نسميها الفيش أسم مثلا أكو في شماعة اليو اس بي اللي يدخل مثلا هذا اللي نتشكل بيها الماوس أو اللي نخلي بيها الكابل مالت النتورك مالت الانترنت هذه هي مداخل فيحتوي على المداخل اثنيناتهم عنده مداخل ومخارج تناظرية ورقمية شنو اللي ياخذ من الحاسوب الرقمي؟ ياخذ قدرته على خزن البيانات يعني ياخذ قدرة على شنو على خزن البيانات يعني عنده حجم البيانات خزنها آلي وياخذ ردة الفعل السريعة والدق العالي يمين من الحواسيب التناظرية أو الانالغ هذا بالنسبة للبيانات يعني للتصنيف بالبيانات المدخلة التصنيف حسب أنظمة التشغيل حسب أنظمة التشغيل الصور الحواسيب موجودة عدكم بالبيدي اف اللي هو مات الكتاب الشكل رقم واحد دعش اللي هي النواضج من الحواسيب الرقمية التناظرية والمهجنة صفحة 34 صفحة 34 موجودة بالكتاب صور الحواسيب الرقمية التناظرية والمهجنة موجودة في صفحة 34 من الكتاب وموجودة عدكم بشكل PDF بالنسبة لأنظمة التشغيل تعريف النظام التشغيل هي أهم البرامجات اللي يحتاجها الحاسوب يعني شلون مثلاً أنا جبت كيبورد وجبت ماوس وجبت شاشة وجبت هارد هذي كلها مجتمعة ما رح تشتغل مثلاً إحنا الإنسان بدون روح ما يشتغل ما يكون إنسان حي فنفس الشي بالنسبة للحاسبة الحاسبة بدون نظام التشغيل مالتها ما تشتغل فوجود نظام التشغيل هو أمر أساسي وهو عبارة عن مجموعة من البرامجيات اللي تقوم بإدارة الحاسوب وتتحكم به إذا عريد أصنفها على أساس نظام التشغيل هنا نجي نتبع الشركات هناك عدد كبير من الشركات اللي صنعتنا أو اللي انضتنا أنظمة التشغيل وبالتالي سمينا الحاسبات على أساسها فأكو حاسبات مثلاً نقول إحنا هاي حاسبة ويندوز أكو هاي حاسبة ماك أو لينكس فعني خالتكم شركات وكل شركة شنو هو نظام التشغيل اللي هي أنتجته وأيضاً صور الحاسبات موجود شكل 1-12 اللي هو نواضج من الحواسيب حسب نظم التشغيل صبحة 35 المصدر مالتنا هو مثل ما قلنا هو أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء الأول لهنا هذي محاضرتنا اللي نطيناها ناقشنا بها إن شاء الله وبهذا نكون إحنا خلصنا الفصل الأول ورح نبدي إن شاء الله بالفصل الثاني اللي هو مكونات الحاسوب يعني جداً أشكركم ورح نأخذ أسئلتكم ترجمة نانسي قنقر